اشتركوا في القناة تدريب الفقرات هي من المهارات اللي نستعملوها به التلميذ يحسن من قدرته على الكتابة حانقرار لكم عدة فقرات ما نرتبهاش الفقراء أولى ثانية ثالثة ربعة ما نرتبهاش يقوم التلميذ بترتيبها وفي النهاية أيضا كين مطلوب عبارة عن فراغات يملأوها وهذا يكون تدريب وانا لما نمدلكم أخوات تدريب لاني ما نقدرش كل مرة نقول لكم هاكم وش تديرو مثل هذا التدريب تقدرون انتوما تكررواه لأبنائكم على واحد تعتامدوا الكثير من الأخوات يقولوا للكتب أي كتاب أخواتي كتاب سنة خامسة رابعة ثالثة أن أحضر كتاب حتى وإن كان في الجيل الأول لا بأس لأنه نصف اللغة العربية يبقى نصف لعلاقة له بالمنهج هو نصف اللغة العربية المهم الطفل هنا وإحنا قلنا وش هدفنا في هذا العطلة أنه نميه قدراته على القراءة قدراته على الكتابة ويترسخ عنده بعض السياغ وبعض المفردات اللي قراها في كل واحد حسب السنة اللي درس فيها اليوم سنبدأ لكم نقرأ ثم أنتم تقوموا بالترتيب الفقرة الأولى فتح الثعلب فمه وتكلم فسقط الديك وأخذ يجري نحو القرية فأسف الثعلب لضياع فريسته وقال لعن الله الفم المفتوح في غير وقته وقال الديك لعن الله العين المغمضة في غير وقتها هذه الفقرة الأولى الآن الفقرة الثانية أغمضت ديك عينيه وسفق بجناحيه وصاح فوثب الثعلب عليه لكن كلاب القرية أحست به فجرت وراءه ففر مذعورا فقال له الديك إذا أردت أن تتخلص من هذه الكلاب فقل لها إن هذا الديك من قرية أخرى هذه الفقرة الثانية الآن الفقرة الثالثة مر ثعلب بإحدى القرى بعد الغروب فرأى خارج القرية ديكا يبحث عن الحب فتقدم إليه وقال له لقد كان لأبيك صوت جميل وكنت حين أسمع سياحه أعود إلى بيتي مصرورا هذه الفقرة الثالثة قال الديكو إن صوتي أيضا جميل إذن هذه هي الفقرات الأربعة عندنا الفقرة الأخيرة قصيرة جدا قال الديكو إن صوتي أيضا جميل هذه هي الفقرات نتمنى في التعليقات مثلا ترتبوهم لهكذا مثلا فقط ثلاثة أربعة اثنان واحد بها الطريقة حسب أنتم موجهكم الآن المطلوب إذن أخواتي بعد الترتيب نظرا لأننا هنا مش المطلوب هو التلخيص المطلوب هو شيء آخر استخراج ماذا؟ استخراج جملة فعلية أولا ثنين اسم ثلاثة فعل أربعة اسم مفعول درسوه في السنة الثالثة ربعة صفة خمسة حال كل هذه الأمور التي طلبتوها موجودة بالنص يقرأ تلميذ النص ونتمنى أقرأ التعليقات لما نقرأ التعليقات ونلقى إجابتكم هذا هو الشيء اللي يشجعني أني نزيد نديلكم أشياء أخرى جديدة اللي يتنفحكم فعلا العام الجاي بحول الله نقولكم أخوتي في أمان الله نلتقي ما تنسوناش من صالح الدعاء